قطوات المنهج الوصفي طبعا تتلخص قطوات المنهج الوصفي فيما يلي أولا دراسة المشكلة وفحصها بدقة وعناية طبعا دراسة المشكلة يجب أن تتم بدقة وعناية دقة وعناية حتى نخرج بمعلومات دقيقة حول هذه المشكلة أين تكمن المشكلة؟ ما هي أسباب المشكلة؟ الأمور التي أدت إلى وقوع مثل هذه المشكلة ثانيا تحديد المشكلة أبعاد المشكلة، ما هي المشكلة، سبب المشكلة برضو من الأمور المهمة في خطوات المنهج الوصفي ثم وضع الفروض، الفروض هي قابلة أو غير قابلة للتحقيق فرض معين، لنفترض طبعا قد نثبت الفرض أو نثبت عكسه طبعا سواء نثبتنا الفرض أو لن نثبته، الجدوى واحدة اختيار عينة البحث، عينة البحث كما ذكرنا العينة هي اختيار جزء من كل يعني نختار جزء من مجتمع الدراسة لو كان المجتمع الدراسة مثلا جامعة الملك خالد نختار عينة من الكليات المختلفة لو كانت الدراسة على قسم العلوم الإدارية نختار عدد من قسم العلوم الإدارية وهكذا فالعينة هي جزء من الكل، جزء من مجتمع الدراسة خامسا اختيار طرق جمع البيانات والمعلومات طبعا في هذه المرحلة يتم تجميع المعلومات والحقائق عن المشكلة المراد بحثها طبعا هناك أدوات ووسائل يتم عن طريق جمع المعلومات طبعا هذه قد يتم تصنيفها كالتالي منها سجلات المنظمة يمكن الحصول منها على المعلومات، المقابلات الشخصية، الاستبيانة، الاختبارات، العينات كل هذه تعتبر طرق لجمع المعلومات سادسا جمع المعلومات وتنظيمها تنظيم هذه المعلومات وجمعها وتصنيفها وتسلسلها وترتيبها سابعا الوصول إلى النتائج بعد ذلك يتم الوصول إلى نتائج معينة حول هذه الظاهرة والمشكلة وأخيرا اللي هي تحليل النتائج نحلل هذه النتائج ونعيد كتابتها بشكل نهائي في التقرير أنواع المنهج الوصفي طبعا للمنهج الوصفي عدة أنواع أو طرق أو وسائل هي كالتالي الدراسات المسحية طبعا يركز الباعث هنا على دراسة المشكلة أو الظاهرة من جميع الجوانب والتعرف على جوانب القوة والضعف اللي هي مصفوفة السوات القوة والضعف والفرص والتهديدات أيضا دراسات العلاقات المتبادلة طبعا هذه الدراسات تركز على العلاقات بين الظواهر ما العلاقات بين الظاهرة وما يليها وتحليلها طبعا ربط السبب بالمسبب وعملية التحليل والربط فيما بينهما وبين الظواهر الأخرى هناك أيضا الدراسات التطويرية التي تعتمد على دراسة النمو ودراسة الاتجاهات زي عدد السكان والتطور السكاني في عندنا أيضا المنهج التجريبي المنهج التجريبي من اسمه يعتمد على عملية التجربة والخطأ هذا المنهج يستخدم غالبا في مجال العلوم الطبيعية وليس في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية لأنه صعب تطبيقه على الإنسان التجارب صعب تطبيقها على الإنسان البشري يمكن تطبيقها في الكيمياء العلوم الطبيعية لذلك هذا المنهج يستخدم التجربة هو الأساس عنده بحيث يتم تسجيل الملاحظات والظواهر والفروق وبالتالي استخراج النتائج من خلال الفروق مبادئ البحث التجريبي مبادئ أسس وكواعد يرتكز عليها البحث التجريبي التي تعرف بكواعد البحث وهي كما يلي طريقة التوافق طبعا تتلخص هذه الطريقة في أنه إذا حدثت مشكلة أو حادثة ما نتيجة الاشتراك بعض الظروف في عامل معين مرات متعددة متكررة فإن هذا العامل ربما يكون المسبب الرئيسي لمثل هذه الظاهرة أو الحادثة طبعا هذه هي طريقة التوافق في توافق في الأحداث طبعا يعاب على أو من عيوب أنه إيش دائما صعوبة التطبيق صعوبة التطبيق مثل هذه الطريقة لأنه لكي يعرف العامل المشترك المؤثر على الباحث فصل العوامل الأخرى المختلفة نتعمل فصل لجميع العوامل المؤثرة وحتى تتأكد من أن هذا العامل هو السبب الرئيسي في الظاهرة أيضا طريقة التباين التباين للاختلاف طبعا عكس بعضهم البعض تعتبر هذه الطريقة كما لو أنه كان هناك ظواهر متشابهة ليست مختلفة والخروج بالعنصر المختلف تماما هنا تكون الطريقة كما أنه لو هناك ظواهر متشابهة في جميع الظروف والأحوال ما عدا في عامل واحد أي نتيجة تحدث بوجود هذا العامل فقط يكون هذا العامل هو المسبب لهذه النتيجة تحليل وتفسير الحقائق والبيانات طبعا بعد عملية جمع البيانات والخروج بالمعلومات يصبح لدى الباحث عدد من البطاقات التي سجل عليها البيانات وعدد من صفحات الاستبانة المسجل عليها الإجابات المطلوبة وهنا تأتي عملية تحليل وتفسير هذه البيانات حيث تتلخص عملية التفسير والتحليل لهذه البيانات والمعلومات في الخطوات التالية أولا تصنيف البيانات إننا نصنفها نجزئها ونصنفها التصنيف يعني عملية الترتيب ترتيب البيانات التي تم الحصول عليها وعملية تقسيمها إلى فئات ومجموعات بحيث توضع جميع الفئات هذه المفردات المتشابهة كل مع بعضه البعض يعني كل مجموعة أو كل فئة تكون مفصولة عن غيرها من الفئات بحيث يسهل الرجوع إليها طبعا يساعد ذلك على ظهور الخصائص الرئيسية لهذا التصنيف وسهولة الرجوع إليها وبضوحها عند الباحث طبعا توجد هناك طريقتين لها أولا طريقة تصنيف البيانات الكيفية وهي البيانات التي تحتوي على صفات من الصعب عدوة أو قياسها ويكون تصنيف هذا البيانات على أساس درجة الاختلافات في النوع والدرجة من المفردات المختلفة طبعا هناك أيضا طرق تصنيف البيانات الكمية طبعا هي البيانات التي تحتوي على صفات كمية يعني يمكن عدها أو يمكن قياسها والتصنيف هنا يهدف إلى إظهار علاقة البيانات بعضها ببعض وتبسيطها وتسهيل المهمة للتعرف عليها وتحليلها وتفسيرها والخروج بنتائج معقولة تفريغ البيانات عملية تفريغ البيانات وهي تشمل طبعا تفريغ البيانات يستخدم الباحثون هناك طريقتين لتفريغ البيانات إما الطريقة اليدوية هذه أولا هذه الطريقة الأولى رقم واحد طبعا تستخدم هذه الطريقة عندما تكون البيانات التي يتم أو تم جمعها قليلة والعدد غير كبير يمكن إجراء العملية يدويا طبعا البديل أن الطريقة الأخرى رقم 2 للطريقة الآلية طبعا لطريقة التي يتم استخدام فيها الكمبيوتر في تفريغ البيانات وإعطاء النتائج مباشرة ثالثا تحليل البيانات طبعا تعتمد عملية التحليل اعتماد كبير على العمليات والأساليب العلمية الإحصائية المستخدمة التي استخدمت في تحليل البيانات والتحليل قد يكون تحليل كيفي يعتمد على المعلومات التي تم جمعها ومحاولة إيجاد العلاقات والظواهر والربط فيما بينها من دلالات وأفكار وقد يكون تحليلي كمي وذلك هو التحليل الذي تستخدم فيه العمليات الإحصائية الأساليب الإحصائية المستخدمة زي مقاييس النزعة المركزية التشتد الانحراف المعياري مقاييس الإرتباط مقاييس الإرتباط رابعا تفسير البيانات طبعا يحتاج ذلك إلى تفسير بعد التحليل نحتاج إلى تفسير تفسير البيانات يعتبر الباحثون هي أرقى طريقة في البحث العلمي وفيها تقوم وتبين كدرات الباحث الذهنية طبعا معتمدا على الخبرات والمعرفة والثروة العلمية التي يمتلكها طبعا عن طريق التفسير يمكن للباحث الكش عن العوامل المؤثرة في الظاهرة الأسباب التي أدت إلى ظهور مثل هذه الظاهرة والربط فيما بينها وتفسير العلاقات والخروج بنتائج تبين الدلالات وراء تلك المشكلة استخلاص النتائج استخلاص النتائج هذه الخطوة تعني الحصيلة حصيلة النقاط السابقة ما توصل إليه الباحث من بيانات وما أجرى عليها من اختبارات وفحوص نتيجة للفروض التي تم وضعها أو الفرضيات التي وضعها الباحث ومدى اتفاق هذه النتائج مع الفروض أو مدى رفضها هذه الفروض ومدى إجابة نتائج البحث على تساؤلات الباحث وهل النتائج التي توصل إليها إيجابية أم سلبية طبعا إيجابية أم سلبية هي نتائج في النهاية هي نتائج تحمل نفس الأهمية هذه استخلاص النتائج وأخيرا الوصول إلى حلول وتوصيات طبعا النتائج بدون حلول لا قيمة لها ففي حالة الرغبة في تضمين التقرير توصيات فإن مكانها في نهاية التقرير نهاية التقرير هي التوصيات أما في حالة عدم الرغبة في التوصيات فيكتفي الباحث بوضع ملخص في نهاية التقرير لما تم عرضه وما توصل إليه من نتائج لكن التوصيات ضرورية التوصيات هي خلاصة النتائج التوصيات والاقتراحات هي ضرورية يجب أن تكون في نهاية كل بحث هي توصيات الباحث النهائية والختامية للبحث